بدوره قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التعاون الإماراتي الروسي يتطور في مجالات اقتصادية عدة ولا تكتسر على القطاعات النفطية ولفت كذلك إلى أنه سيكون حريصاً على بحث الملفين الفلسطيني والأوكراني مع نظيره الإماراتي دولة الإمارات هي أكبر شريك تجاري لنا وفي السنة الماضية زادت بادر التجاري والتعاون الاستثماري بيننا وهذا مؤشر واعد كما أن التعاون في المجال الصناعي على قدم وصع وهناك عدة مشاريع كبرى في مجالات النفط والغاز ننفذها معاً ونتعاون في إطار أوبيك بلس ننصق كذلك في المسار السياسي الخارجي خاصة أن الإمارات تساهم دولياً بشكل كبير فهي تمثل حالياً صفة عضو غير دائم بمجلس الأمن في الأمم المتحدة سنناقش أيضاً ملف البؤر الساخنة ومن بينها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وسنطلعكم على التطورات الأخيرة في سياق الأزمة الأوكرانية إلى ذلك العلاقات التجارية الإماراتية الروسية في نمو مضطرد والأرقام في التبادل التجاري المرتفع بين البلدين تترجم ذلك روسيا من أبرز الشركاء الاقتصاديين للإمارات والعلاقات الاقتصادية بين البلدين تضاعفت عاشرة مرات منذ عام 1997 حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين قفز بنحو 95% عن عام 2021 فيما بلغ أكثر من عشرة مليارات دولار مع نهاية عام 2022 تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في روسيا إذ أن 80% من الاستثمارات العربية في روسيا إماراتية وتستعود الإمارات على 55% من تجارة روسيا في الدول الخليجية إذ تحتضن الأسواق الإماراتية أكثر من 4000 الشركة روسية